مزلنا عن الانتخابات الرئاسية المصرية 20-24 وكان من بين الإشهادات بصير العملية الانتخابية هي إشهادات جمعة الدول العربية بصير الانتخابات الرئاسية وسهولة إجراءتها أكدت بعثت جمعة الدول العربية أن الانتخابات الرئاسية أتاحت للمواطن المصري ممارسة حقه الانتخابي بكل حرية وأعربت عن ارتياحها للإعداد والتنظيم الجيد ولأجواء الهدوء والنظام اللي جرت فيها هذه الانتخابات أشرت أيضا البعثة أن فترة الدعاية الانتخابية اللي امتدت إلى حوالي شهر جرت في بيئة هادئة وجو يسودوا لاحترام بين المرشحين وذلك منذ بدايتها وحتى الصمت الانتخابي أيضا كان متاح للمرشحين خلال هذه الفترة تنفيذ دعايتهم الانتخابية والأنشطة المتصلة بيها وتعريف الناخبين ببرامجهم الانتخابية من خلال مجموعة متنوعة من الوسائل وأيضا قالت لجنة حكماء الكوميس أن البعثة التابعة لهم حرصت على متابعة سير العملية الانتخابية في مصر ولحظة وجود التسهيلات الكبيرة والتعاون الكبير من قبل الهيئة الوطنية للانتخابات هذا طبعا من أجل تسهيل عمل المتابعين الدوليين أيضا تعاملت مع الملاحظات التي كانت تصدر بشكل فوري تم أيضا معالجتها ما أدى إلى أن تخرج هذه الانتخابات الرئاسية بهذا الشكل السلس والديمقراطي اللي كلنا تابعناه أيضا أشهدت بجهود الدولة المصرية والهيئة الوطنية للانتخابات من أجل تذليل العقبات المختلفة اللي تواجه الأشخاص ذوي الإعاقة بإعاقتهم المختلفة وكبار السن من أجل الإدلاء بصوتهم وممارسة هذا الاستحقاق الدستوري الهام ولابد من استمرار دعمهم حتى يتمكنوا من ممارسة استحقاقتهم الدستورية في كل الانتخابات المقبلة معنا المزيد من المتابع حول هذا الملف النائبة هند حازم عضو مجلس النواب رحب بحضرتك معنا يا فانت أهلا بحضرتك أهلا بيكي أهلا وسهلا بصفتك البرلمانية في البداية زي تابعة يسير العملية الانتخابية تسهيلات اللي قدمتها الهيئة الوطنية للانتخابات لكل المواطنين بشكل عام وإيئة للأشخاص ذوي الهمم أو القادرون باختلاف بشكل خاص هو من الملحوظ الانتخابات دي التيسيرات اللي زادت للأشخاص ذوي الإعاقة والكبار السن يعني أنا تابعت أنا 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 تقريبا عديت على معظم الليجان أنا من المتحوظة الشرقية وعديت تقريبا على معظم الليجان وتابعت بنفسي وجود ويمكن دي لأول مرة وجود كارت برايل للمكفوفين كان قبل كده كان بيبقى هم المكفوفين بيأم القاضي اللي بيساعدهم بنفسه المراضي متوفر في كل لجنة كارت برايل بنسبة تقريبا تسعة وتسعين في المية كان متوفر الكراسي المتحركة مش هقولك تسعة وتسعين في المية لأ كان متوفر الكراسي المتحركة بقدر كبير جدا 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 كان متوفر الرمبات وعيز أقول حضرتك حرفيا أنا في لجنة لقيت فيها كان فيها عدد حوالي سلمتين تلاتة وما كانش متوفر الرمب أنا عايز أقول هذك حرفيا الرمب اتعمل في خلال ساعتين فعلا فعلا مجرد ما بلغت بس الرمب اتعمل على مدار أيام الثلاث أيام للانتخابات من أول يوم من أول يوم أنا لحظت فبلغت فالرمب اتعمل في نفس التوقيت يعني خلال ساعتين قان الرمب اتعمل تيصيراً ليه بقى؟ لأنه الفئة دي عايزة أقوله حضرتك أنها من أكتر الفئات اللي كانت مهتمة جداً بالمشاركة الانتخابية طبعاً على أنها يكون لها صوت وعلى أنها تنزل وعلى أنها تشارك إحنا عندنا هنا في الشرقية في الجديد أنا أول يوم في الانتخابات عايزة أقوله حضرتك أن إحنا كنا عملت مسيرة بالأشخاص دا والإعاقة لحفظ الناس والمجتمع على المشاركة الانتخابية حضرتك متخيلة المسيرة دي كانت الساعة كيف؟ تسعة صباحاً إحنا عملنا مسيرة تسعة صباحاً كلنا كنا أشخاص ذوي إعاقة سواء إعاقة حركية أو بصرية أو سماعية مسيرة تسعة صباحاً تجولنا في شوارع الزقذية كلها لأننا مش بس هنشارك الانتخابات لا أعتقد أن دي كانت رسالة أعتقد أن دي كانت رسالة للمجتمع المصري كله أنه أكتر فئة ممكن يكون عليها الموضوع فيه مشابقة شوية هي أكتر فئة من الساعة صباحة الشارع نازل في اللي قصورة من خلال مشاهداتك ومتابعاتك مش بس في محافظة الشرقية بشكل عام من خلال اللي تبعتيه إلى أي مدى شايف أن هذه التسهيلات برأيك قدت إلى زيادة نسب المشاركة الكبيرة التي تبعناها والغير مسبوقة لهذه الانتخابات لا التسهيلات كانت غير مسبوقة أخذي بالحضرتك من حاجة أن كل مرة الموضوع بيختلف عن المرة اللي قبلها يعني المرة دي حاجة المرة اللي قبلها حاجة فكل مرة بناخد بالنا ايه المشكلة اللي حصلت فبنتفديها يعني كان من ضمن العقبات اللي كانت بتقابلنا موضوع كارت برايل في اللي جان المراضي في الانتخابات كارت برايل توفر وبقى كل أي واحد سفيف بيدخل ينتخب بمنتهى الأريحية من غير ما يحتاج لحد فلأ التسيرات دي ساعدت نسبة كبيرة يعني أنا عايز أقول لحالاتك أن الأشخاص زاوي الإعاقة المراضي كان عندهم حماسة غير طبعية للمشاركة السياسية لماذا لقوه في الفترات السابقة من اهتمام من تواجد خذي بالحالاتك من حاجة لحظي كده في الفترات الأخيرة أي مشاركات مجتمعية كنت هتلاقي فيها تمثيل من الأشخاص دا والأعاقة فلأت تسيرات كانت يعني من أكتر الحاجات اللي ساعدت أنا النهاردة لما كنا عارسة أنا راح على جنيتي وأنا عندي الطريق ميسر أنه أنا مش هحتاج لحد يساعدني أن أنا لو فاقد البصر هدخل أنتخذ منداء الأرحية ومش هحتاج حد ما فيش عقبات بتواجه الأشخاص ذوي الهمة أنا بشكرك شكرا جزيلا سيادة النقيبة هند حازم عضو مجلس النواب شكرا لك على تفضلك وشرحك لهذا الأمر شكرا جزيلا